الزعماء العرب كلهم لازم ينتحرون لأنهم أصحاب المأساة في العراق انظر الآن ماذا يعملون هؤلاء الحكام العرب مع إيران ومع الولايات المتحدة كلهم يتسابقون ويحذرون الولايات المتحدة من أي عدوان على إيران وأنا سعيدهم بذلك على أي حال يا سيدي هذا الأكذوب أني أنا أنسق مع شمعون بيريز ومع حماس التقيت مع شمعون بيريز؟ أهلا ملتقي بي ولا نلتقي به ولم تقع يدي في يدي صهيوني عن الإطلاق حتى ولو قطعت كانت تسيبي ليفني عندكم في الدوحة من أيام؟ كانت موجودة ولديك رأي مختلف أيضا حول مؤتمر الدوحة نعم أنا ليس حول المؤتمر ولكن حول حضور المؤتمر يعني أنا وكتبت ذلك أيضا وفي صحافتنا المحلي والحمد لله أنا أعتقد أن نتمتع في قطر بحرية تعبير دون أن نصاب بأذى أنا كتبت وكتبت عن مؤتمر الدوحة وعن مشاركة الإسرائيلي وقلت أنا أن هذه المخلوقة وسميتها المخلوقة ليس بالضرورة أن تحضر في مؤتمر له صبغة عالمية لأنها ستحيد المؤتمر عن أهدافه الحقيقية الذي هو مبتغى وهو الديمقراطية والترسيخ مفاهيمها ليس في قطر فقط وإنما في العالم العربي على وجه التحديد والعالم الثالث على وجه أوسع وبالتالي مثل هذه المرأة أو مثل هذه المخلوقة ستشوى قيمة المؤتمر طيب يعني أنتم كانت الزوراء كانت مشاهدة في كل أرجاع الوطن العربي لماذا قطعوا عليها؟ لأنها تأتي بالإنجازات المقاومة العراقية وتأتي بإخفاقات قوى الاحتلال وعملاء الاحتلال وأنصار الاحتلال والحرمية كانت كانت يعني تشرح هذا كله وكانت مشاهدة أكبر محطة مشاهدة بعد الجزيرة تقريبا إن لم تكن في درجة مساواتها واحد اثنين قتلوها من قتلها النظام العربي بأمر ممن؟ من الأمريكان